اشتركوا في القناة لا يعاتب ولا يطالب لماذا لم يفعل الناس معي كذا لماذا كذا أنت تريد بي وجه الله عز وجل فأنت لا تلتفت إلى أي شيء آخر لا تطالب بالمقابل أحسنت إلى الآخرين أهديت لهم نفعتهم علمتهم درستهم دعوتهم إلى الله كان لك أثر طيب هجبا ترجو به وجه الله لا تطالب بالمقابل هذا مرض فالعارف بالله لا يعاتب ولا يطالب لأنه يقصد بعمله وجه الله كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإنسان قفوا عند هذه الآية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور حتى الفقير إذا أعطيته عشرة ريالات لا تنتظر يقول جزاك الله خير شكرا لك يعني لازم ينضرك ويبتسم ويقطب جبينه لك تواضعا بأنك لا تنتظر هذا لا نريد منهم جزاء ولا شكور إن قالها فليقلها بينه وبين ربه لكن أنا لا أنتظر منه هذا الثواب أنا أريد وجه الله عز وجل مثله يا أخي أنت طالب علم لداعيا إلا الله ولك تأثير يا أخي لا تطالب الناس شكرا لك شكرا ل شكرا لك